هذا خالي رحمة الله علينا عمري 13 سنة قال بوك يا علي بعد أسبوعين أنت تخطف ومسجدنا مجد كبير من شدة جاب الناس كان يأتي حتى فوق السقوف يا ربي ماذا أفعل ماذا أفعل وأنا أول خطبة مثل ما تفضلت المهم فخالي أرشدني قال يا ولدي روح إلى معم كان عندنا واحد يعني يرعى لنا الأغنام اسمه محمد أمين رحمة الله علي روح علي وشوف جرب نفسك فأنا رحت إلى أخي محمد قلت يا أخي محمد أمين ممكن ترجع للبيت وتجيب لي شوي أكل قال أنت جاي من البيت قال المهم أنت ترجحت مش أمامه والله فعلا الرجل طيب يسمعني لأنه أنا والدي هو صاحب القضية فالمهم لما هو غاب عن عيني أنا فعلا صعدت فوق صخرة كبيرة وأبدأت أخطب خطبة أيها الناس وما حولي إلا الأغنام والمعزة وطبع عادة معزة تنتبه أكثر بعض المعزة خربت مني لكن الأغنام لم تتأثر بهذه المصر وكملت يعني حقيقة خطبتي ثم عدت قال لي شيخ مصطفى خالي قال ماذا فعلت وقلت والله ألقيت وخطب قال إيش مشكلة قال أبدا فالحمد الله تعودت وحتى تعودت على الإلقاء مشافهة والله خطبت والحمد الله ونجحت بفضل الله تعالى أول خطبة أتذكر عام 1963